أنا من وجهة نظر الشخصية برضو الشخصية في الأجواء اللي زي كده ممكن تخرج برا مألوف يعني ايه تخرج برا مألوف المرة اللي فاتت قلتلكه لو تم اختيار جوميز الحكم الجنوب أفريقي هبقى متطمن جدا ولو تم اختيار إيريك الحكم الجابوني هبقى متطمن جدا ولو تم اختيار باملاك ديسمبل اللي هو الحكم الأسيوبي يعني ممكن هو تم اختيار الحكم الأسيوبي هو دكتور مش عايف دكتور نفساني ولا ايه لكن هو دكتور في اسيوبيا حكم للأهل المباراة واحدة بس كل المواقع أو كل الناس واخدى ان هو حكم للأهل المباراة واحدة بس السنادي السنادي بتكلم على السنادي اللي هو 2018 بطولة اللي احنا فيها اللي بدأت يوم 19 مارس اللي فات مع مونانا الجابوني وهتنتهي يوم 9 نوفمبر اللي احنا فيه الجمعة اللي جاي بإذن الله هو حكم مباراة واحدة بس اللي هي مباراة وفاق الصيف 02 هدفين لواليد سلمان واسلام محارب كل الناس بتتكلم ان هو حكم للأهل مباراة تانية اللي هي مونانا الجابوني هناك في الجابون اللي الاهل تغلب فيها تلاتة واحد لا ده مش صحيح ده مش صحيح الحكم اليوم هو اللي كان حكم اسمه كده اللي هو حكم لقاء الأهل ومونانا الجابوني هناك كل الناس بتقول ان هو الحكم الأسيوبي اللي حكم اللقاء الأهل ومونانا الجابوني في الجابون لا ده مش صحيح ده مش صحيح يعني على الناس ان هي تصحح الموضوع ده على كل الناس اللي كتباه لا الأسيوبي حكم للأهلي مباراة واحدة بس وحكم للتراجي مبارايتين المبارايتين مع تاونشيب في دور المجموعات 4-1 ومع النجم الساحلي 2-1 فدي المرة الثالثة بالنسبة للحكم باملاك ديسمبا لكن للأهلي حكم مباراة واحدة بس مباراة مونانا الجابوني اللي كانت في الجابون ما كانش الحكم ده كان حكم الكاميروني اليوم هو اللي حكم لنا المباراة مونانا الجابوني هناك 3-1 لكن الراجل ده حكم لنا مباراة وفاق الصيف فقط حكم لنا مباراة وفاق ستيف فقط أنا لو من الاتحاد الأفريقي كنت ممكن في إطار المباراة وأهميتها وقوتها ونديتها كنت ممكن أستعين بطاقم تحكيم أوروبي حد يقول لي أنت هتخرج برنا المألوف أقول لك فيه أوقات يعني التصميم أو التفكير أو الاقتراحات ممكن تبقى متاحة عشان تخرج بمباراة ما فيهاش مشكلة خالص ولا أي حاجة ليه؟ لأن الاتحاد الأوروبي متعود على الفار متعود على الرجوع لتقنية الفار ومتعود على الربط ما بينه ما بين الناس اللي موجودة في الفار أنا لو من الاتحاد الأفريقي كان ممكن يبقى عند اقتراح زي كده كان ممكن يبقى عند اقتراح زي كده أن اللي يدير المباراة طاقم تحكيم أوروبي طاقم تحكيم أوروبي لكن على المستوى الأفريقي أنا أدي الريادة والقيادة لجوميز اللي أدي كده قلت لكوه لكن رهيب رهيب كنت أتمنى أن المباراة الأولى اللي هي ما بين الأهل والترجي فرقتين من مصر وتونس والمباراة اللي بعدها على طول هتجمع ما بين مصر وتونس كنت أتمنى أن جوميز هو اللي يحكم المباراة النهائية لقوتها ومباراة مصر وتونس كان يحكمها مثلا بملك ديسم على العموم خلينا موجودين في الملعب وخلينا نركز في الملعب وملناش علاقة بأي حاجة خالص غير التسعين ديئة نرجع بالكاس بإذن الله تعالى وبقرر مرة تانية وعشرة ومليون يعني علاقتنا بالترجع علاقة ممتازة جدا 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 ورهيبة جدا جدا وعبر الأجيال كلها وهي ممكن تبقى مباراة صعبة داخل الملعب قوية داخل الملعب لكن برا الملعب زي ما بسق نفسي يعني أنا هتعامل إزاي مع الجانب التونسي أسق تماما أن الجانب التونسي هيتعامل معي إزاي بمنتهى الودة ومنتهى الاحترام